موسيقى السادة والسيدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه نشرتنا الرئيسة من قناة السعودية أحييكم بها وأبدأها بالعناوين خادم الحرمين شريفين وولي العهد ونئاني رئيس دولة الإمارات بمناسبة صدور القرارات والمراصيم الأميرية وزارة الحج والعمرة تتوج بذهبية المديرة المنورة للأداء الحكومي المتميز بنسبة تغطية بلغت 62 من مئة اكتتاب وجود الإسكان الخيرية يتجاوز 624 مليون ريال موسيقى أهلا بكم جديد وليا للعهد في إمارة أبو ضبي وصاحب السمو الشيخ حزاع بن زايد ألنهيان وصاحب السمو الشيخ طحنون بن زايد ألنهيان نائبين لحكم إمارة أبو ضبي وأعرب الملك المفدع نصدق التهني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لسموه ولشعب دولة الإمارات المزيد من التقدم والإزدهار معكدين على عمق الروابط الأخوية والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل صعود وليلعهد رئيس مجلس الوزراء برقية التهنئة المماثلة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة صدور القرارات والمراصيم الأميرية عرب السموه للعهد عن طيب التهنئ وأجمل التبركات لسموه وهم تمنيا لهم التوفيق والعون لخدمة دولة الإمارات لتحقيق المزيد من التقدم والرقية التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم سفير جمهورية غيرغيستان لدى المملكة سيدولوك بيك ماريبو ونوه سموه بعمق العلاقات والروابط الوطيطة بين المملكة وجمهورية غيرغيستان عشر خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين ثمن وزير الثقافة رئيس متلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية أمير بدر بن عبد الله بن فرحان صدور الأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على تعيين عدد من أصحاب المعالي ودو الخبرة أعضاء في مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية كما ثمن وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على تعيين عدد من دو الخبرة في مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية خصصت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين عددا من المصليات للأشخاص ذوي اللعاقة وكبيرات السن في المسجد الحرام حيث تعمل الوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية على تهيئة وتقديم كافة التسهيلات داخل المصليات المخصصة لزائرات المسجد الحرام من جميع الفئات لأداء عبادتهن بكل رحة وطمأنينة كما تم توفير العصى البيضاء للكفيفات من دوات الإعاقة البصرية أكذلك توفير مصاحف برايل بنسختها الورقية والإلكترونية وتوزيعها للمحتاجين أطلقت رئاسة شؤون الحرمين مبادرة اسألني التي تهدف إلى توجيه التأهين وتعريف القاصدين بالمسارات والمناطق المحددة للمصلين والمعتمرين حسب خطة الحشود المعتمدة في شهر رمضان المبارك وذلك تزامنا مع ما يشهده المسجد الحرام من كتافة في أعداد القاصدين والمعتمرين كتفت الكوادر النسائية في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها وخداباتها المقدمة لزائرات بيت الله الحرام حيث تعمل على توفير كافة الإمكانات التقنية والبشرية لضمان أدائهن العبادات والمناسك بكل يسر وراحة وطمأنينة أعلنت مؤسسة جائزة المدينة المنورة خلال حفل الأداء الحكومي المتميز في نسخة السابعة لعام 2022 عن تتويج وكالة وزارة الحج والعمر لشؤون الزيارة بجائزة ذهبية ضمن فرع التميز في التنظيم المؤسسي عجاء حصول الوزارة نظير جهودها في دعم قياداتها للابتكار في الأداء المؤسسي وعداد أدلة لعمليات الحج والعمر تتضمن إجراءات المتابعة لتحقيق مؤشرات الأداء ورفع مستوى الالتزام بالتحول الرقمي ملن مشاهدين الكرام فنتابع مع حضراتكم هذه المشاهد المباشرة من المسجد الحرام في اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الدكتور دانسا كوروما اقيم حفل انطلاق المسابقة الوطنية لتلوة القرآن الكريم وحفظه وتفسيره وتجويده في جمهورية غينيا كناكري والذي تنظمه وزارة الشؤون الاسلامية وكد سفير المملكة لدى غينيا كناكري الدكتور فهاد الرشيد ان المسابقة تجسد اهتمام وعناية حكومة خادم الحرمين الشريفين بكتاب الله عز وجل في المملكة او في مختلف دول العالم مما يعكس الجهود التي تبدلها المملكة في خدمة الاسلام والمسلمين وللحديث اكثر مشاهدين الكرام عن هذه المسابقة ينضم الينا عبر الهاتف مباشرة وكيل وزارة الشؤون الاسلامية للشؤون الاسلامية الشيخ الدكتور عواد اللعنزي دكتور عواد اهلا وسهلا بك الى نشرتنا الرئيسة ثم يعني دكتور عواد ماذا عن هذه المسابقة كيف كان مستوى الاعداد لها وكيف بدت انطلاقتها وحجم المشاركة فيها شكرا لها وحي المسلمين ومسلمين تميعا وعش الله لجميع في يقول السلام طبعا هذه المسابقة في الكريم واحدة من البرامج التي تبدلها وزارة المسلمية والدعوة للشاد في المملكة العربية السعودية برامج المسلمية في الشهر رمضان المقارن ومسابقات القرآنية هي رسالة تأكيد على ما تحمله المملكة العربية السعودية إلى العناية بانطلاق الكريم ونشره في العالم وهذه المسابقة على وجه التحديد هي مسابقة سنوية تنظمها وتدعمها وزارة الحؤون الإسلامية بالتعاون مع الإدارة الدينية في دولة غيرها كوناكل والإعداد لها أصبح في وقت مبكر وهناك تنسيق مباشر مع الإدارة الدينية في غيرها كوناكل والحمد لله في العام الماضي تقفت هذه المسابقة نجاحا كبيرا وقبالا منقطع نظيف وهذه السنة أيضا بحمد الله جل وعلا أصبح الاشتياق لها والتأكيد عليها من قبل المسلمين في تلك البلاد أمر ملح جدا والوزارة ساحمت في تلبية هذه القربة تنفاذا للتوجينات السامية الكريمة التي تنص على قامة المسابقات في العالم وفق آلية معينة وتحددها لدى وزارة الشؤون الإسلاميين نعم دكتور عواد المملكة تطلع بدور مهم وفاعل نحو العناية بالقرآن الكريم ليس في المملكة حسبا حتى في أرجاء المعمورة كافة كيف تماهت مستهدفات هذه المسابقة مع هذا الدور الجليل؟ لا شك أن هذه المسابقة هي أحد الروافد التي تؤكد هذه الاستراتيجية العظيمة للمملكة العربية السعودية في العناية بالقرآن الكريم والمملكة العربية السعودية عناية بالقرآن الكريم أمر ظاهر لا يمكن أن يجادل فيه المسابقات القرآنية تقام الآن في كثير من دول العالم قمنا عدة مسابقات قبل رمضان في مملكة تايلاند وسيقام إن شاء الله ثلاث مسابقات قريبا جدا في بعض الدول بما يحقق التأكيد على ما ذكرنا من الثيام من المملكة العربية السعودية بدورها في نشر القرآن وتربية الناس على القرآن لأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم المملكة العربية السعودية منذ أن قامت وليتعلن أن شعارها إقامة القرآن الكريم والسنة النبوية والعناية بهما والدعوة إليهما ونشرهما في العالم وهذا يؤكد استمرار المملكة العربية السعودية على هذا النهج القويم والوزارة بحمد الله تؤدي هذه الرسالة بتوجيه ومتابعة ورعاية مستمرة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيفان الشيخ تحقيقا لهذه الأهداف العليا للمملكة العربية السعودية نعم الشيخ الدكتور عواد العنزي وأن توكيل وزارة الشؤون الإسلامية للشؤون الإسلامية شكرا جزيلا لك أن كنت معنا في هذه النشرة دشنت وزارة الشؤون الإسلامية في ماليزيا برامج هدية خادم الحرمين شريفين من التمور وتبلغ كمية التمور المزمع توزيعها قرابة 35 طن فيما يستهدف مشروع تفطير الصائمين 25 ألف صائم تقريبا كما سيتم توزيع ما يقرب من 50 ألف نسخة من القرآن الكريم وترجمات معانيه من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة من جانبه شار نائب سفير الخادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا الدكتور صالح علي بدوي إلى أن هذه البرامج لا تقتصر على ماليزيا فقط بل إلى الكثير من دول العالم وذلك بتوجيهة قيادة المملكة هذا البرنامج لا يقتصر على ماليزيا فقط بل يمتد إلى مئة دولة في حول العالم والحمد لله ينفذ هذا البرنامج بتوجيهة من قيادة رشيدة في المملكة العربية السعودية وبمتابع وإشراف من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة لرشادة في المملكة وإشراف مباشر من معالي الوزير الدكتور عبداللطيف أهل الشيخ بالنسبة لبرنامج ماليزيا السنة هذه إن شاء الله سيشمل توزيع 35 طن من التمور لإضافة إلى 17 ألف نسخة من القرآن الكريم وبرنامج التفطير سيكون إن شاء الله يصل إلى 15 ألف صائر كما دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في العاصمة الكازاخستانية استانى برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين أذلك في طار جهودها المستمرة في خدمة الإسلام والمسلمين واجرت الدشين بمرسم رسمية في الجامع الجمهوري الرئيسي والذي يعتبر الأكبر في آسيا الوسطى بمساحة إجمالية تصل إلى عشرة هكتارات وإتسع لـ 35 ألف مصل في صالاته الداخلية وفي نائه الخارجي هنا في أكبر جامع بآسيا الوسطى وتحديدا في الجامع الجمهوري الرئيسي في العاصمة الكازاخستانية آستانا جرت مراسم تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وذلك بحضور سعادة السفير السعودي لدى كازاخستان ونائب مفتي كازاخستان إضافة إلى الملحق الديني بسفارة السعودية وعدد كبير من المسؤولين بجمهورية كازاخستان برنامج حقيقة يعكس حرص حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين والسموري عادر من عاتلم وسحاجات المسلمين في شهر رمضان المبارك أيضا يعكس حرص وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الرشاد بقيادة معالي الوزير الدكتور عبداللطيف على تحقيق الرسائل والأهداف السامية لهذا البرنامج وبأكثر من أربعة آلاف وجبة إفطار يبدأ البرنامج لهذا العام بثلاث محطات رئيسية أولها الجامع الجمهوري الرئيسي حيث ستقدم خمسمائة وجبة يوميا موزعة على عدة أيام يستفيد منها ثلاثة آلاف صائم والمحطة الثانية في مسجد حضرة السلطان حيث ستقدم خمسمائة وجبة أخرى لخمسمائة صائم نشكرهم ونسأل الله أن يجلف في ميزان حسناتهم يشعر شعب القزاقي بهذه العناية من خادم الحرمين الشريفين ويأتي تجهين اليوم استمرارا لبرامج ومبادرات عديدة أطلقها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله لمساعدة ورعاية أبناء المسلمين حول العالم نشرتنا مستمرة مشاهدين الكرام فيها بعد الفاصل للمساهمة في زيادة أعداد الزوار والناتج المحلي وزارة السياحة تعلن عن خططها لتطوير ثلاث وجهات سياحية أهلا بكم جديد تجاوزت تبرعات حملة اكتتاب جود الإسكان الخيرية 724 مليون ريال متجاوزة بذلك نصف القيمة المستهدفة للحملة التي تقدر بمليار ريال أذكرت منصة الحملة أن مؤشرات الجود لليوم السابع تجاوزت 100 مليون ريال فيما بلغ الإجمالي العام أكثر من 624 مليون ريال وبنسبة تغطية بلغت 62 من مئة أبرمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع مجموعة نيفر الكورية المتخصصة في مجال تقنية المعلومات التي تهتم بإنتاج وتطوير تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالإنترنت وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المتبادل بين الأطراف لدعم وتطوير الاستثمار في المملكة أتوحيد الجهود فيما بينها مع الجهات ذات العلاقة لكل طرف وذلك لرفع مستوى التنسيق والعمل المشترك الفعال في كل ما يدعم ويعزز تحقيق الأهداف المشتركة للمساهمة في زيادة أعداد الزوار والنتج المحلي والقوى العاملة في المملكة أعلنت وزارة السياحة خطط التطوير لثلاث وجهات بالتعاون مع شركاء الوزارة من الجهات الحكومية وذلك من خلال مبادرة دعم تنفيذ الوجهات السياحية لما تمتلكه المملكة من مقاومات وتنوع فريد بين الوجهات التاريخية والتراثية والطبيعية والحضارية وضعت رؤية 2030 قطاع السياحة وتنمياته للمنافسة عالميا من مرتكزات تنويع القاعدة الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للمواطنين والمساهمة في الناتج الوطني بعشر في المئة بحلول عامها تسهيلات قدمتها المملكة ابتداء من التأشيرة السياحية الإلكترونية وصولا إلى خطوة تعد الأولى من نوعها وهي إطلاق تأشيرة المرور في عمل متواصل نحو هدف المئة مليون زائر عام 2030 ومع تسهيل الإجراءات وفتح أبوابها للعالم يتسارع العمل في المملكة بمسارات متوازية لتحسين مستوى الخدمات وتطبيق الأنظمة التي تطمن تطبيق أعلى معاييرها في المنشاة السياحية وبالتركيز على المقومات التي تزخر بها مناطق المملكة لاستقطاب الزوار وتنشيط السياحة الداخلية أعلنت وزارة السياحة عن خطط لتطوير ثلاث وجهات بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية وهي الباحة والطائف وحائل من خلال مبادرة تنفيذ الوجهات السياحية حيث تتمتع هذه المناطق بطبيعة ساحرة وتراث غني وإرث حضاري بيئة سياحية ممكنة لمواكبة مستجدات القطاع عالميا وتطوير الأنظمة وتسخير التقنيات لتسهيل رحلة السائح والمستثمر جميعها خطط عمل وفق برامج رؤية عشرين ثلاثين لرسم مستقبل القطاع الواحد على عكس بقية أيام السنة في شهر رمضان تحديدا يزيد الإصراف في الطعام ويؤدي الهدر الغذائي إلى خسارة وهدر في الموارد يهدر ما يقدر بـ 917 ألف طن سنوية المزيد في التقريرات بيدين لا بيد واحدة هكذا تبدأ أولى خطوات الهدر يدور البعض في فلك الشرح بلا سيطرة فينتهي هذا الركض المندفع استهلاكيا بترك الطعام دون استغلال رشيد فيكون مآله الهدر حقيقة رمضان الصيام والعبادة والصلاة وليست المباهة بالأواني المنزلية ليست المباهة بالسفر الرمضانية ليست المباهة أن أعد من الطعام ما يخرج عن حاجتي وقد يحتاجه غيري الدقيق والأرز من أكثر الأصناف هدرا وفق آخر دراسة أجريت في المملكة إذ يهدر تسعمائة وسبعة عشر ألف طن سنويا من الخبز وخمسمائة وسبعة وخمسون ألف طن من الأرز فوائد الصيام هي استشعار الأسر الفقيرة التي لا تجد الطعام تأكلها فهذه من فوائد الصيام المنفوضة نستشعر هذا الشيء فاكون استهلاكنا للطعام أقل لكن الأسف إلا حاصل أن نسبة الهدر في رمضان تزيد حسب إحصائيات ودراسات عملت تصل إلى 50% 40 جمعية لحفظ النعمة في المملكة تسعى إلى الاستفادة من فائد الطعام بإعادة إنتاجه وتوزيعه فيما تقتضي الحاجة أن تعمل هذه الجمعيات على التغيير في سلوك المجتمع كي ينقط الناس الهدر ويحاربوا بدلا من العمل على إعادة إنتاج الفائض من الطعام حديد القحطاني الإخبارية الدمام نهاية النشر مشاهدين الكرام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وانياني رئيس دولة الإمارات بمناسبة صدور القرارات والمرسيم الأميرية وزارة الحج والعمرة تتوج بذهبية المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز بنسبة تغطية بلغت 62 من مئة اكتتاب وجود الإسكان الخيرية يتجاوز 724 مليون ريال الشكر وثناء جزيلة لكم مشاهدي الكرام على كرم الإصلاة والمتابعة دمتم بحفظ الله ورعايته في أمان الله اشتركوا في القناة